التوقعات الصادمة لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف تشاهدونها الآن حصريا أهلا بكم معانا متابعين الكرام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات ومعانا توقعات مهمة جدا لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات أما لو انت جديد معانا في ريد دلوقتي تشاركنا بالاشتراك في القناة ومتنساش انك تفعل الكرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول للعبداللطيف بتتوقع أن غزة ستخرج منتصرة وأن تجدد الحرب لن يكون لصالح إسرائيل الشروط الإسرائيلية لن تكون لها قيمة على الأرض جواسيس في صفوف الفلسطينيين وتنازلات إسرائيلية وسوف نسمع شكرا مصر الحرب على غزة ستوحد الشعب الفلسطيني وبداية إعمار غزة على الأبواب كمان التغيير في ليبيا على يد أحرار ليبيا وليس تسوية دولية خروج رموز سياسية من السجون وستفرج في ليبيا سياسيا واقتصاديا سيف الإسلام بيترشح بعد أخذ برأته من كل الأحكام الموجهة إليه وسيكون في الحكم تغيير كبير على أرض العراق وبوادر الحرب المذهبية لن تنجح رغم الحوادث والمعارك عودت المسيحيين إلى مناطقهم ولا خوف على أربيل اللي حتصبح دبي الثانية للمملكة العربية السعودية دور كبير في العراق رح يجي يوم ونشوف سليمان رئيس الجمهورية لكن ما بين سليمان بيك فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون أرى الحظوص تتأرجح ما بين الإسمين خلال المراحل الرهنة على الأقل ولكن سيبقى موقع وتوقع سليمان فرنجية عندي كما كان لن يتبدل ولن يتغير سنرى أبواب الهجرة مفتوحة ومن عدة سفارات دول أجنبية حول العالم وأنصح الجميع الاستثمار في مشاريع صغيرة في البداية وذلك لأنني أرى أن أكثر بلاد العرب خاصة من دول الخليج بيعودوا إلى لبنان من أجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد وعلى كل المستويات التجارية والسياحية وهذا البلد الغالي لبنان سيتعافى ويعود غنيا رغم كل الأزمات والصعوبات المالية التي نعيشها اليوم والاقتصاد اللبناني ينتعش والأرباح المالية تزيد ويعوم الخير على الجميع خلال المراحل القادمة بإذن الله أرى أسعار العقارات إلى ارتفاع لأن بالمرحلة المقبلة وبمنطقة الجعيطة هنشوفها من الزهرة وحتكون عروسة كسروان وبفضل الله والمختار سهيل عقيقي شايف كل المودعين اللي خسروا أموالهم في البنوك اللبنانية هيأتيهم الفرج وهيتم التعويض عليهم من خلال مبالغ مالية عندما يحين الموعد المحدد والمفاجأة ستكون من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات لللي فقدوا أموالهم بتقولوا ما تيقسوا فالفرج سيأتي وستقولون شكرا جزيلا لقطر والسعودية والكويت الحزن بيغطي أرجاء منزل أحد الوجوه الإعلامية اللبنانية جراء موت مفاجئ أو حدث مؤسف في أمريكا هتحصل أحداث مؤسفة هتخلق حالة من الخوف والفزع بين الناس البلاد كمان هتواجه تحديات كبيرة وهنشوف مظاهرات حاشدة في معظم الدول واللي بتتاجر بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب كمان وحيحصل تمرد خطير في أحد السجون حيصير الفوضى والشعب وحيقدي لمجزرة بشرية الشعب التونسي حينتفض ويقول كلمته من خلال ثورة بيضاء ثانية بوحدة الشعب التونسي وتضامنه وبعيه وحيكون سد في وجهة أي مؤامرة تهدد استقرار بلاده وكمان ترتيب البيت الداخلي التونسي حيبدأ والتغيير سيطال عدة وجوه تونسية معروفة وأسماء كبيرة حتختفي عن الوجهة السياسية للأبد الاحتجاجات في تونس حتساهم في كسر الخوف الأمني وحتأدي لثورة إصلاحات لا يمكن وقفها رغم محاولة السلطة السيطرة على الوضع الراهن في عشرين وربع عشرين تونس حتكون على أبواب الاستقرار والإزدهار وحتشهد نشاط سياحي بارز وكبير كمان الأمن والهدوء حيسيطروا على ربوع الخضراء ومهما كانت الظروف التطرف والإرهاب مش هقدروا ينالوا من تونس كمان تونس جاية على ازدهار كبير وحنشوف فيها أراضي خضرة كبيرة وأبراج وراحة الزهر والسياحة هترجع بقوة الأيام الجاية هتشهد كمان ازدهار وسياحة لم تشهدها تونس من قبل دي كانت أهم توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف لعدد من دول العربية وأيضا العالم في عشرين خمسة وعشرين أشكركوا جدا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله ورحمة اشتركوا في القناة